اسم الدرس حركات القفص الصدري وانتظام حركات التنفس الشهيق والزفير التنفس الموضوع حركات القفص الصدرية وانتظام حركات التنفس الشهيق والزفير الهدف تبين كيفية التنفس أولاً أبحاث أحسب عدد دقات التنفس في الدقيقة الواحدة أثناء الراحة بعد القيام بحركات رياضية ماذا تلاحظ؟ الإجابة يتراوح عدد حركات التنفس عند الإنسان ما بين خمسة عشر واثنين وعشرين حركة في الدقيقة أثناء الراحة بينما عند لعب الرياضة أو الرقض السريع أو حتى بذل أي مجهود عضلي تزيد سرعة التنفس لأنه بشكل طبيعي عند بذل جهد إضافي يحتاج الجسم إلى كمية أكبر من الأكسجين لتحقيق التنفس الخلوي نلاحظ أن كمية الأكسجين الداخل عن طريق الأنف غير كاف مما يجعل الجسم يزيد من سرعة التنفس قف أمام المرأة ولاحظ حركة صدرك أثناء التنفس صف ما تشاهد الإجابة نلاحظ حدوث عملية تواتر على مستوى القفص الصدري الذي يرتفع وينخفض بانتظام وحركات الهواء الذي يدخل ويخرج من الحفرتين الأنفيتين حيث ينتج عن هذا التواتر حدوث حركتين يمكن وصفهما كالآتي أولاً عندما يرتفع الصدر يدخل الهواء إلى المجاري التنفسية ثانياً عندما ينخفض الصدر يخرج الهواء من المجاري التنفسية ثانياً الإشكالية لا يستطيع رائد الفضاء البقاء على سطح القمر مدة طويلة لماذا؟ الإجابة لا يستطيع رائد الفضاء البقاء على سطح القمر مدة طويلة لأن قيمة الضغط الجوي الخارجي لا يتناسب مع طبيعة الجسد البشري بحيث لا يستطيع الإنسان تحمله وكذلك بسبب درجات الحرارة المنخفضة في الفضاء الخارجي الأمر الذي قد يلحق به الضرر البالغ ثالثاً أتثبت لاحظ صورة رجل المطافئ لماذا يضع قناعاً أثناء إخماده الحريق؟ الإجابة يلجأ رجال الإطفاء عادة لارتداء أقناعة أثناء عملية إخماد الحريق يكون موصولاً بخزان هواء لتأمين عملية التنفس فهي من بين أجهزة التنفس وإحدى العناصر المهمة من عناصر السلامة تحمي رجال المطافئ من الكثير من الأخطار حيث يكون الدخان كثيفاً وخطيراً ويحتوي على مزيج غير معلوم من الغازات السامة ضع يدك على أنفك وفمك لمدة وجيزة بما أحسست؟ ماذا فعلت؟ الإجابة أحسست بالاختناق وعدم القدرة على التنفس لذلك نزعت يدي عن فمي وأنفي واستنشقت الهواء جيداً هل بإمكانك أن تمزح مع غيرك بمثل هذا العمل؟ لماذا؟ الإجابة لا يمكنني المزح مع الغير بمثل هذه الحركات لأنها قد تتسبب فيما لا يحمد عقباه ألا وهو الاختناق رابعاً عالم عدد حركات التنفس عند الإنسان تتراوح ما بين 15 و22 حركة في الدقيقة الواحدة كمية الهواء التي تدخل الجسم وتخرج منه خلال 24 ساعة تتراوح ما بين 11 ألف لتر و18 ألف لتر تحقق عمليتي الشهيق والزفير تجديد الهواء داخل جسم الإنسان خامساً أتأمل الصورتين وأرسم السهم في الاتجاه المناسب لهواء التنفس الإجابة عند الشهيق يرتفع الصدر فيدخل الهواء من الأنف إلى المجاري التنفسية مثل ما هو مبين بالأسهم في الصورة الأولى عند الزفير ينخفض الصدر فيخرج الهواء من المجاري التنفسية عبر الفم مثل ما هو مبين بالأسهم في الصورة الثانية أنقل الجدول ثم أعمره أنشطة نتنفس خلالها بصورة عادية أنشطة نتنفس خلالها بسرعة الإجابة أنشطة نتنفس خلالها بصورة عادية أولاً الاسترخاء ثانياً المشي أنشطة نتنفس خلالها بسرعة أولاً الجري ثانياً القيام بأعمال عضلية مظنية أقرأ المعطيات التالية وأصوغ استنتاجاً شهيق زفير ارتفاع الصدر انخفاض الصدر دخول الهواء خروج الهواء الإجابة الاستنتاجات التي توصلنا إليها هي الشهيق هو ارتفاع الصدر أي دخول الهواء إلى المسالك التنفسية عبر الأنف الزفير هو انخفاض الصدر أي خروج الهواء من المسالك التنفسية عبر الفم سادساً أقيم مكتسباتي تجول أحمد ورمزي في المعرض فشاهد قرب جناح الدماء المتحركة رجلاً آلياً يحمل نظارتين سوداوين اقترب منه فقال رمزي لصديقه إنه إنسان كيف عرف ذلك؟ الإجابة عرف رمزي أن الرجل الذي كان يعتقدان بأنه رجل آلي هو إنسان عادي عندما لاحظ تواتر عمليتي الشهيق والزفير من خلال انتفاخ الصدر وانخفاضه